اشتركوا في القناة يقوم بالمونتاج عبدالعال هلاس محكمة الفن حلوتها مخصوص للقناح الغنائية ولطيفة وكل محكمتها حسب القوانين الموسيقية محكمة الفن حلوتها مخصوص للقناح الغنائية ولطيفة وكل محكمتها حسب القوانين الموسيقية سوف أغريدو محكمة الفن يا حلوان تلوقت هنفتح جلسك قبل فتح الجلسة وحياتك يا قادي قول لنا ايه افتصاص المحكماتي قبل فتح الجلسة وحياتك يا قادي قول لنا ايه افتصاص المحكماتي اللي خالف يوم وجدنا عالشماك واللي من غير زم يضرب اي يوم لللي خالف يوم وغنى عالشمال واللي من غير زم يضرب اي يوم يبقى دق التقلق في المطر في حلال يبقى دق التقلق في المطر في حلال لو ما جبش ادلق وقدم شؤول بعد المصاصات لحكمة الفن محكمة الفن محكمة الفن يا حلويتها حسونا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حسونا ايه ده يا ستنتي انت فاكرا يا نفسك فين في الحارة هنا حسونا مين الغاوي ولو ولو ده ما يمنعش انك تحترم المكان اللي انت فيه لنفتكن خطوبة صدي مفيش مانع نصفر الحساب ونشوف اللي ليكي ولي عليك هيا ملاش حاجة انما هو لو دبلتن وقسورة مممممممممممممممممم معاك الشبكة دلوقت يا سلوه لآ 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 أم لآ قدامي الباب وقفالو دي اظهر نوياله علنية يا سياد القاضي حتعمل له ايه يعني؟ وقفالو وانا نوت وعرض اللي نويته يا شيخ قلبك طيب تعالي الاول نخلص من القضية دي وبعد الجلسة باستني برة زي ما انت عايزة مش قادرة صبر مش قادرة عالش ياختي دي كلها خمس دقايق اه شوفيها يا حجبة ميلت على وحيد بتقول له ايه؟ دلو لا عيق الصعب ايه مش بقولك يا سياد القاضي وحيد مش حيروح سليم النهاردة حتى ولو تجراحني والله انت خر بقى ابو عرفوا شغلكم عبعد برة خل يا حجبة تعهد على سلوة برد الشبكة الوحيد وهي مكونة من ديبلتين واسويع ولا عجبوها ار يا حجبة الشكوى المقدمة من وحيد جاء في شكوى الاستاذ وحيد انه في فترة الهجر والخصام بينهما تقدم لسلوة كثير من الخطاب في الوقت الذي كانت ترتبط فيه بوحيد الامر الذي يسبب لوحيد الكثير من الازعاج كما تنافى مع قوانين الخطبة والزواج اه صحيح يتعدملك اكتر من خطيب في الفترة دي يا سلوة الف خطيب وخطيب في الشب صحيح الكلام ده شي دا الزين اتناشر شب اه اتناشر طب ممكن نعرف محل اقامس كل واحد منهم الاول من ارض الرب والتاني من سوق الغرب والتالت من علم الشعر والرابع من مغدوشي طب بس 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 كفية دول وده باعتراف ضمني منك بما جاء بمذكرة وحيد باتهامك بالاخلال بقانون الحب والزواج والغرام عدت حرام انا ما بقولش الحب حرام انما القلبي دايما له واحد وانت عرف تحسونة في الوقت اللي انت مرتبطة فيه بوحيد وانت عارفة كلام الناس كتير ان عابوا علي غرام خليهم يسألوا ده يظهر بتحب حسونة قوي يا سياد القاضي ما عرفش ازاي حبيته ومن بعد ما قلت له لا ممكن تشرح للمحكمة ظروف ما عرفتك بيه ماتسوفوا مذكرة الدعوة انها ذاكنا في بيتهم والشقة اقصار الشقة ايه قولي لي كده عشان كده باعت حسونة يا شغلك كل شوية في الرايحة وفي الجاية لغاية حضرتك مطبيتي انا شوفته مرة ما فيش غيرها مش معقول كل الحب ده يحصل من مرة واحدة سادق يا سياد القاضي ماهو ده يبقى الحب اللي بيقولوا عليه من اول نظرة وماكنش حدى واخد باله واخيرا خد باله ودهش انه خطف قلبه مبسوطة وراضية وزكاله ايه دا يا سلوة انت سرحت في حب حسونة وانسيك اني وحيد معانا في الجلسة يا خبر ايه اللي جرالي عمانا بقولوا بطاول وكمان مايجيش على باني لانا حبي كل اول قولي يا وحيد لما لم الشوق وقل الله 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 هو الشوق واع منك ولا ايه سعدي يا حب ولمي معاه احسن دبان عليه غرقان في شبر مية يا عيم على بحر ملوش اخر معلش يا اخوية بكرة توصل لبر الامان فين احنا وبكرة فين الايام اقرب منها ما فيش يا اخوية مالك يا وحيد انت تعبان ولا ايه مالك في العام واخب في نوحك سكين يا روح علي معلش يا وحيد شد حيلك بقى انت ما تعرفش ان الحب كده وما عرفش ان الحب في عذاب في عذاب في عذاب في عذاب مهما انشى غلباري في ليلي ونهاري حفر على حالي وافضل على ماري وافضل على ماري وافضل على ماري افضل على ماري حكمت المحكمة بجواز سلوى من حسونة الغاوي بشرط ان يملأ حياتها بالمواويل والغناوي والمحكمة تنتائز هذه الفرصة وتطلب من الله ان يكفيهم شر البلاوي قولوا ان شاء الله ان شاء الله رابعة الجنسة قص في الساعة ليه ما بقاش به وقت يا روحي ياه فعلا يا سعاد القاضي دلوقتي سراءنا ولازم نصدر الحكم ونرفع الجالسة وهو كذلك حكمت المحكمة على مطرب اغنية الوي الوي بان يقضي صارة ممتعة مع توحيدها على نبع الميت وتوقيع اقصى العقوبة على اهل الحي بحبسهم على زمة التحقيق لمدة ساعتين وشوية رفعت الجلسة محكمة الفن الغنائية صدرت احكمها الفكاهية صدرت احكمها الفكاهية اعرف موعدها وقيدها الوي بان الجلسات الجاية حلويتها يا حلويتها محكمة الفن حلويتها يا حلويتها محكمة الفن الى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية يكتب البرنامج ويخرجه احمد حجازي يقوم بعمل المنتاج عبد العال هلال حلويتها يا حلويتها محكمة الفن يا حلويتها يا حلويتها محكمة الفن